خلينا نروح لحزب الوفد والأستاذ عبدالسند يمامم رئيس حزب الوفد مساء الخير يا فندم مساء الخير يعني كلمنا أيضا النهاردة عن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين وهذا العفو الرئاسي هقول لحضراتك حاجة على تبعث الكلام اللي قال للأستاذ طارق وفيه تغطية حقيقة جيدة وكافية لهذا الخبر ده رقم واحد أنا بس هأضيف إنه من ناحية الإنسانية هذا القرار لقى طبعا قبول ورضى واحد اثنين نحن ندعب بالهجاية والصلاح وبنهنئ أسر البخرج عنهم ومن البعد السياسي ده يؤكد الحقيقة توجه الرئيس ومصابت بالحوار الحقيقة في الحوار الوطني اللي من أهدافه واللي من الحياة المشاركين في الحوار يعني فيه تجديد وتأكيد ورغبة فيه الإفراج عن المزيد والحقيقة السياسة في الإفراج تؤكد هذا الاستجاه وإن هناك حيوية للحوار وأن الحوار مازاله متمر وهناك تشجيع ورعاية من الريف وأحد مظاهره هذا الإفراج اللي احنا يعني والمجتمع كله يعني لأنه ضغط فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي ويعني عودة المفرج عنهم لأهلياتهم ويمار صدوره بقى طبيعي في سلام أكيد وهو إحساسه كمان أنه ليس مفرج عنه فقط ولكنه عائد إلى الحياة بشكل طبيعي فأعتقد ده أهم شيء ليهم وللبلد والسلام الاجتماعي اللي احنا كلنا بننشده ونشغل من أجله أكيد يعني تحية وتخدير لقرار الغيث وننتظر دفعات الجيدة إن شاء الله أكيد أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذة عبدالسند يماما رئيس حزب الوفد أشكرك شكرا جزيلا خلينا نروح أيضا إلى الأستاذة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنصقية شباب الأحزاب مساء الخير أستاذة أميرة طب يعني أستاذة أميرة يبدو أن احنا فقدنا الاتصال ولكن هو نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه هو أيضا يعني فكر الأحزاب ماذا يرون وهذا العفو الرئاسي الذي ينم عن مش فقط حقوق إنسان ولكن حقوق مواطنة لأنه في النهاية يعني احنا نعيش في دولة كريمة ودولة تحاول يعني طول الوقت هي البحث والتقصي ومن له حق يأخذ هذا الحق وأعتقد بهذا العفو الرئاسي وخروج أيضا المحبوسين ودمجهم بالمجتمع ده يعني مش فقط خروج ولكن كمان أن يعودوا إلى الحياة الطبيعية ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي كمواطنين مصريين